فيه لقطة قدامنا الآن بشوفها مباراة الفتح مع الشباب اليوم شوف هذه كابتن سلطان ومعانا محمد العنزي نبغى تعليقكم عليها محمد أتوقع لقطة الكابتن علي الزقعان صحيح؟ اللي وقع مارتنيز مارتنيز اللي صحبه صرف النظر يعني هو تصرف للأمانة من الكابتن علي الزقعان ما كان واجب أنه يحدث أوكي الفريق متأخر بالنتيجة ولكن سلامة اللاعبين أهم في حكم يقدر الوقت البدل الضائع جمالا في المباراة أبو بدر خلني أعود لك من البداية وأقول مبروك للشباب استحق الفوز هاردراك للفتح للأمانة أبو بدر نتكلم شباب عائد للمنافسة الشباب بالفوز قاعد يجيب الفوز قاعد يعدل بالأخطاء اليوم شفنا يعني عشان تبين لك شخصية الشباب في الدقيقة تقريبا أتكلم على ضربة جزال ما كان من الكابتن عبدالله الشامخ يعني يتعامل معها بشكل جيد تغيير بنيقة بعدها كل هذه الظروف الواحد قال خلاص المباراة يعني الفتح متقدم بنيقة يخرج الجميع كانوا يتوقع أنه سيطر للفتح ظروف الشباب صارت ولكن ظهرت شخصية الشباب وعاد وحقق التعادل ومن ثم الفوز بخلال دقيقة تقريبا وحافظ عليها وعزز هذا يدلك على شخصية أنه فريق ما هو فريق سهل يعني فريق في الملعب ثقيل فنقول مبروك للشباب وهارد لك للفتح والحركة اللي قام فيها الكابتن علي الزقعان صراحة ما كانت يجب أن تقول أمسك عصابك يا كابتن أمسك عصابك يا كابتن أمسك عصابك يا كابتن